النصر طائر رائع، معروف بقوته وقدرته على الطيران على ارتفاعات عالية، إنه يطير حيث لا يستطيع أي طائر آخر، إنه طائر يتميز بالقوة والذكاء والأنفة، ويجسد هذا المخلوق الاستثنائي عقلية لا مثيل لها، هي عقلية النصر. في هذا المقطع، سنكشف عن الدروس العميقة التي يمكن أن تتعلمها من عقلية النصر، وكيف يمكن أن تلهمك للوصول إلى آفاق جديدة، والتي سترشدك نحو النمو والنجاح الشخصي الذي لا مثيل له. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في قناتكم، كن غنياً. أولاً، الاستقلالية والاعتماد على الذات، النصر تطير وحيدة، وعلى ارتفاعات عالية، فهي لا تطير مع الغربان والعصافير، والطيور الصغيرة الأخرى، وإذا ما توجب عليها أن تطير في صحبة طيور أخرى، فهي تتبع غيرها من النصر فقط، كي تعيش في مجتمع فكره جيل. وهذا يعكس درساً مهماً في الحياة، هو الاعتماد على الذات، وينبغي لنا الاعتراف بأن نجاحنا يعتمد على جهودنا الذاتية فقط. تواصل مع الأشخاص الذين في مستوى طموحك، أو الذين يمكنهم مساعدتك على النمو. تذكر أنه لن يشارك جميع رؤيتك أو حلمك. ابحث عن أشخاص يفكرون مثلك تماماً، حتى تتمكن من النمو معهم. لا تضيع وقتك مع المشككين والسلبيين، ولا تشارك أحلامك مع أي شخص. تذكر بأن النصور تطير مع النصور فقط، فالحكمة هي أن تبتعد عن الصداقات التي تؤخر تطورك، ولو بقيت وحيداً. ثانياً، الرؤية والتركيز. يتميز النصر ويشتهر ببصره الحد ورؤيته الثاقبة، فلديه القدرة على تحديد موقع فريسته من مسافة خمسة كيلومترات، حيث يبقى مركزاً على فريسته، مهما تعددت الصعوبات والعقبات، فالنصر لن يحرك تركيزه عن الفريست حتى يصطادها. افعل الشيء نفسه مع أهدافك، وركز على شيء واحد لتحقيقه، مهما زادت المشتتات والتحديات، ركز على هدفك واشرع في تنفيذه. إن توجيه هذا التركيز نحو أهدافنا الحقيقية يمنع التشتيت وإهدار الجهد. إذا لم تتأكد من تركيزك على هدفك، فالأمر سيشبه دورانك طوال الوقت في دوائر مفرغة دون تحقيق أي شيء. ثالثاً، الشجاعة والجرأة في الشدائن. إن طيران النصر الجريء في مواجهة العواصف يظهر شجاعته، وبدلاً من الانكماش، فإنه يسخر طاقة العاصفة ليصعد إلى مستوى أعلى. وبالمثل، ينبغي لنا أن نواجه تحديات الحياة بشكل مباشر، وأن نستخدمها كنقاط انطلاق للنموء، فالتحديات تجلب دائماً الفرص. أما الاختباء من الشدائد، قد يجنبنا الانزعاج للحظات، لكن مواجهتها تحولنا إلى أفراد أقوى وأكثر مرونة. رابعاً، التكيف مع التغيير. إن براعة النصر في الطيران هي شهادة على قدرته على التكيف، إنه يتنقل ببراعة عبر الرياح المتغيرة باستمرار، مستخدماً الطيارات لصالحه. وهذا يعكس الحكمة في تبني التغيير، واستخدام الشدائد كأداة للنموء، تماماً مثل الرياح المتغيرة، تقدم الحياة تحديات وتغيرات. إن التكيف وليس المقاومة يسمح لنا بالتحليق على الرغم من الظروف غير المواتية. خامساً، التمييز الذي لا هوادة فيه. يرمز عش النصر المصمم بدقة إلى التزامه بالتمييز. يتم اختيار كل ألياف وعصاً بدقة، مما يعكس أهمية الجودة في مساعينا. ومثل النصر، علينا أن نبني أسس طموحاتنا بعناية واهتمام. إن معالجة نقاط الضعف في وقت مبكر، يضمن بقاء جهودنا مرنة في مواجهة الشدائد. سادساً، الثبات والدقة. عندما ينطلق النصر في رحلة صيده، لا يترك مجالاً لمحاولات ثانية. على عكس الطيور الأخرى التي قد تندفع إلى العمل، ينتظر النصر ويراقب، ويحسب بدقة كل حركة. إنها تدرك أن التسرع يمكن أن يؤدي إلى الفشل، وأن كل إجراء يجب أن يكون مدروساً جيداً. وبالمثل، في مساعينا قد تؤدي القرارات المتهورة إلى ضياع الفرص. يعلمنا النصر أن النجاح يأتي لأولئك الذين يخططون، ويستعدون وينتهزون اللحظة المناسبة بصبر. سابعاً، الاستعداد للعمل. يتعمد النصر أن يجعل عش صغاره غير مريح، ذلك سيعزز رغبتهم في تركه سريعاً. ومع الوقت سيتعلم كيفية الطيران، بعكس إذا ما أعتاد البقاء لفترة أطول في عش مريح، سيفقدون دافعهم للتعلم واكتساب المهارة. المعنى أن تترفع فوق التحديات والألم، يجب أن لا تتقاعس في الحياة، لا يمكنك أن تنمو إلا إذا كنت مستعداً للخروج من منطقة الراحة خاصتك، لأن كل نجاح هو خارجها. بينما تشرع في رحلتك الشخصية، تذكر أنه مقدر لك تحقيق العظمة. احتضن هذه الدروس المستوحات من النصر، ودع روحك ترتفع مجسدين الروح التي لا تقهر لمحارب السماء. ترجمة نانسي قنقر